شارك مع علي الشيخ خالب بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في الاجتماع العام رفيع المستوى المعني بحركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين والذي عقدته الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم وبمشاركة رؤساء الدول والحكومات ونقش الاجتماع كيفية تعامل المجتمع الدولي مع هذه المسألة الإنسانية على أفضل وجه ممكن خاصة في ظل المستوى غير المسبوق من الهجر على مستوى العالم وما لها من تأثيرات على جميع الدول وقد اعتمد الاجتماع إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين الذي تم التأكيد خلاله على الإسهام الإيجابي الذي يقدم المهاجرون في النمو الشامل للجميع والتنمية المستدامة وعلى حقوق الإنسان الواجبة لجميع اللاجئين والمهاجرين دون النظر إلى وضعهم وحماية هذه الحقوق حماية كاملة معربا عن تضامنه مع الملايين من البشر في بقاع مختلفة من العالم والذين يجبرون لأسباب خارج عن إرادتهم على الهجرة وتركي بيوتهم واستعرض الإعلان مجموعة من الالتزامات التي تنطبق على اللاجئين والمهاجرين مشددا على أهمية اتباع نهج شامل في معالجة القضايا التي تنطوي علي هذه المسألة بحصول جميع الأشخاص على استقبال إنساني يحفظ لهم كرامتهم ويكفل حقوقهم والحرية الأساسية الواجبة لهم ترجمة نانسي قنقر